عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية هذا اليوم بقصر بيان برئاسة سمو الشيخ جابر نبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بمناسبة قيام حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حافظه الله ورعاه في قصر بيان يوم غد الثلاثاء برفع العلم إذانا ببدل الاحتفالات الوطنية بحلول الذكرى الثامنة والخمسين للعيد الوطني والثامنة والعشرين ليوم التحرير ومرور 13 عاما على تولي سمو الأمير وسمو ولي العهد حفظه الله ورعاهما لمقاليد الحكم يتقدم مجلس الوزراء بهذه المناسبات الوطنية السعيدة إلى مقام حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه ولسمو ولي عهده الأمين حفظه الله ورعاه وإلى الشعب الكويتي الوفي بخالص التهاني وصادق التبركات سائل المولى عز وجل أن تظل راية الكويت عالية خفاقة في سماء المجد والعلا وأن يديم على وطننا الغالي وأهله الأوفياء نعمة الأمن والأمان والمزيد من التقدم والرخاء وبهذا الصدد فقد قرر مجلس الوزراء اعتبار يوم الأحد الموافق الرابع والعشرين من فبراير لعام 2019 ميلادية يوم راحة على أن يبدأ الدوام الرسمي كالمعتاد يوم الأربعاء الموافق السابع والعشرين من فبراير 2019 ميلادية ثم اطلع المجلس على توصية اجتماع لجنة الشؤون القانونية بإشان مشروع مرسوم بالموافقة على تعديل بروتوكول كويوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإيطارية بإشان تغير المناخ وقرر المجلس الموافقة على مشروع المرسوم ورفعه إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه كما اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بإشان مشروعي القانونين بربط ميزانية كل من هيئة أسواق المال ومؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية 2019-2020 وقرر المجلس الموافقة على مشروعي القانونين ورفعهما لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه تمهيدا لحالتهما إلى مجلس الهمة ثم تدارس مجلس الوزراء التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الخدمات العامة بإشان التقرير المقدم من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بإشان وضع الضوابط والمعايير والأسس اللازمة لتنظيم التبرعات للمرافق والمنشآت العامة بدولة الكويت وقرر المجلس تكليف الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بإعادة التنسيق مع وزارة المالية لموافاة مجلس الوزراء بتصور موحد لتحديد المرافق والمنشآت العامة التي يمكن تنفيذها من خلال التبرعات بما يسهم في تعزيز المواطنة الإيجابية وترشيد الإنفاق الحكومي وتخفيض الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ مثل هذه المشاريع ووضع الضوابط والمعايير والأسس اللازمة بهذا الشأن كما اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة بشأن التقرير الأول للجنة العليا لمتابعة تداعيات مشكلة الأمطار والسيول المتضمن التوصيات المواقة والدائمة المقدمة من كل من وزارة الأشغال العامة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية لمعالجة أي تداعيات مستقبلية تنتج عن الأمطار والسيول وقرر المجلس تكليف اللجنة العليا لمتابعة تداعيات مشكلة الأمطار والسيول بالتنسيق مع كل من وزارة المالية وزارة الأشغال العامة العية العامة للطرق والنقل البري المؤسسة العامة للرعاية السكنية والجهات التي تراها مناسبة لوضع الإجراءات والخطوات الفنية والترتيبات المالية اللازمة لتنفيذ كافة الحلول والتوصيات التي انتهى إليها كل من التقريرين المقدمين من وزارة الأشغال العامة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية ضمن برنامج زمني محدد وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إلي الأمر خلال شهر من تاريخه كما بحث مجلس الوزراء شهون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الأسئلة والاقتراحات برغبة المقدمة من بعض أعضاء مجلس الأمة ثم بحث مجلس الوزراء الشهون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي وبهذا الصدد أدان مجلس الوزراء التفجير الإرهابي الذي استهدف قاعدة عسكرية للقوات الخاصة في مقاطعة ميدان ووردك وسط أفغانستان مؤخرا والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين الأبرياء كما أدان مجلس الوزراء كذلك التفجيرين المزدوجين الذين وقعوا في إحدى الكنائس بجمهورية الفلبين الصديقة مؤخرا والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين الأبرياء وقد أكد مجلس الوزراء موقف دولة الكويت الرافض لمثل هذه الأعمال الإرهابية التي تتنافى مع كافة الأديان والقيم والأعراف الإنسانية ترجمة نانسي قنقر